ضعف العلاقة أو عدم وجود رغبة جنسية هي ظواهر شائعة هل يمكن زيادة الرغبة الجنسية عن طريق البدائل الطبعية؟ طب رأي الخبراء والدراسات ايه في كل ده؟ كل ده هيوضحولنا أستاذ يوحنى خبير لحل المشاكل الجنسية تعالوا رحبني ازاك يا أستاذ زيني؟ يوحنى أو جون أهلا بك يا باتمين واحد طب طب أخبر حضرتك الحمد لله أنا بشكرك في الأول على الصدافة بإحنا سعادة أفيد جدا للمرة الثانية باللقاعدة شكرا لك إن شاء الله بإذن الله حضرتك النهار دا هتكلمنا عن إيه؟ أو استكمالة اللي قول الدكتور بما قالته في الفكرة الأولى فهتبقى ديك تكملة إيه الحل؟ الحل يكون معك هتكلمنا عن إيه النهار؟ بالنسبة للعلاقة الجنسية أو العلاقة الزوجية أو العلاقة الحميمة في أكتر حاجة بتأثر عليها هي التوتر أو أن الشخص يكون عليه ضغوط أي إن كان الطرف الزوج أو الزوجة طبعا دا بيأثر على الأداء الجنسية أو الأداء العلاقة الحميمة بشكل كبير جدا وغالبا بيكون هو دا السبب الرئيسي للمشاكل أو أي إن كان بقى سرعة القصف أو الحاجات اللي بتحصل فدي طبعا لها حلول كتير النهاردة تمام طيب إيه المنتجة أو إيه الحاجة لحضرتك هتكلمنا عنها النهاردة كمساعدة لحل المشاكل اللي هتقابلنا؟ وبما أن إحنا تكلمنا عن التوتر والتوتر دا من الحاجات الخطيرة جدا في حياة الناس مش بس بتأثر على القدرة الجنسية بتأثر على حاجات كتير جدا التركيز والزاكرة وحاجات كتير في التفكير هنتكلم عن الروديولا الروديولا هي بيسموها في الطب الأعشاب يعني باللغة العربية على قمة أو على رأس الأعشاب المكيفة مكيفة عشان الناس باتفكرش أنها تكيفات وبتعلق مكيفة يعني بتكيف جسم الإنسان لتأقله مع الضغوط السترس والقلق التوتر والقلق والحاجات دي بتلغي التأثير السلبي للحاجات دي على جسم الإنسان يعني مش بتخليني ما توترش أو ما قلقش ولكن بتخليني في وقت الحاجة دي أو الوقت بتاعه هيكون وقت محدود بيبقى دقائق بسيطة وبعد كده الإنسان بيرجع على طبيعته تاني اللي هو الوضع العادي بدون توتر أو بدون قلق إحنا نعرف إن مثلا في صيدليات مثلا هنقول مقاول السيدات مقاول الرجال معنا كان محضرتك أن الريديولة هتمشي معنا سيدات ورجال تحقيق أنا هاخدها كست جزيح هاخدها تماما ملاش تأثير سلبي على ست أو تأثير سلبي خالص خالص لأنها بتشتغل على هرمونات معينة الهرمونات دي موجودة عند الرجل وعند الست اللي هي هرمونات الأدرينالين والكورتيزول دول بيفرزوا في حالة اسمها الفايت أو الفلايت أو اللي هي وضع الهروب والمقتلة لو حد مثلا بيهرب من حاجة أو لو حد حاجة تقع عليه أو في خناقة في الموت شكورة يعني الحاجات اللي بتحتاج أداء أعضل ضخمة جدا دول بيفرزوا في الجسم بشكل كبير يعني معنا كده أن أنا محتاجهم وعشان كده هي ده دور الريديولة بأن هي بتخليهم يفرزوا في الوقت اللي أنا محتاجهم في الوقت اللي أنا قاعد مسترخي ما بتخليهمش يفرزوا أو بتخليهم في الحدود الطبيعية بتاعتهم وطبعا هتفيد الحالتين الرجال والستات طبعا تم ذكرة في حلقات سابقة أن الريديولة بتساعد على التخفيف من الحد من الاكتئاب بأنواعه والتاطر السترس كمان وبتساعد فيه الشيب بتاع الجسم جديد النور ده معلومة حضارك بتقول عليها أن هي بتساعد في حل المشاكل الجنسية طبعا هي الريديولة ليها استخدامات متعددة طبعا كنت بتقول من شوية أن هي سحر هي طبعا هي عجبة يعني أو المستخلص بتاعها تحديدا هي ليه فواية ضخمة جدا تحديدا هي فيها مركبات كتير جدا مئات المركبات ولكن أهم اتنين فيها ساليدروسايد روديولا ساليدروسايد والروزافين دول أهم حاجتين لهم علاقة بقى بالدم بيزودوا نسبة الأكسجين في الدم وده طبعا اللي بيبقى مفيد جدا للرياضيين طبعا هي من أهم الأعشاب المفيدة لأي شخص رياضي أنا بكلم رياضي بشكل محترف مش رياضي هاوي يعني حد بطل وطبعا منتخبات بعض الدول زي في روسيا مثلا بيستخدموها بشكل منتظم من سبعين سنة فلا هي لها فوايد متعددة كتير طب وظائفها هنا بقى في العلاقات الجنسية بنسبة للسيدات ولرجال ايه وهيكون أخص للسيدات أكتر ولا للرجال أكتر هو أنا مقدرش أقول هتكون أفيد لأني الطرف من الطرفين لأن التوتر بيصيب أي إنسان رجل أو ست يعني مش مقدرش أقول للسيدات بس هالي بتتوتر أو الرجال بس هالي بتتوتر يعني كل طرف بيبقى داخل وخصوصا في العلاقة الحميمة بتبقى محتاجة هدوء واسترخاء فهي حتفيد الناحيتين مقدرش أقول بنفس الدرجة ولكن اللي حيكون متوتر هو اللي حتفيده يعني لكن طبعا هي حتى لو أنا مش متوتر وخدتها مش هتضريني يعني يعني أسوأ شيء ممكن روديولة تعمله مع الشخص إنها ما تشتغلش معها ممكن ما تشتغلش أصلا ممكن ما تشتغلش دي أسوأ حاجة ولكن مش هتضره ده قصد يعني يعني ملهاش سايد افكت أو أثار جنبية الغرعة إيه بتاعت الريديولة؟ الجرعة بتاعتها على حسب الحالة بتختلف طبعا لو حالة باخدها للاستخدام العادي اللي هو وقائي أو عشان أحمي نفسي من الأثار بتاعت التوتر بتبقى أورسين الصبح وأورسين بالليل الأورس بيكون 20 ميلي جرام يعني 40 ميلي جرام الصبح و40 يعني جرعة 80 ميلي جرام في اليوم لكن لو حالات بقى أصعب زي ما تكلمنا عن الاكتئاب هي مفيدة في الاكتئاب بكل درجاته وبكل صهره ساعاتها ممكن توصل لخمسة صبح وخمسة بالليل يعني 100 ميلي جرام صباحاً ومية مساءاً يعني 200 ميلي جرام في اليوم يعني هياخد أكتر من أربع قراص في اليوم؟ أه هي على حسب الجرعة يعني على حسب التركيز بتاع الكابسولة يعني لو الكابسول 50 ميلي جرام هحتاج أربع في اليوم لو الكابسول 20 ميلي جرام هحتاج هي نزبة يعني فيه تركيز مختلفة طبعاً فيه منها تركيزات مختلفة فيه منها تركيزات مختلفة أتكلم عجبة مناقصة طيب الريديولا حدريكي بتقول هتساعد طيب لو جينا قارن حد بياخد منشطات خارجية عشان برضه بتساعد مع الريديولا هيبقى هنا بمين الأقوى؟ هل ممكن أنا هستبعت فعل منشطات دي باستخدام الريديولا هتقوم بهذا العمل؟ أنا بشكرك على سؤال ده لأنه سؤال رائع جداً مقارنة الريديولا بالمنشطات الخارجية تحديدنا للرياضيين مثلاً لو كلمنا على الرياضة هي مفيش مقارنة لأن الريديولا طبيعية بتدي تأثير المنشطات بدون أثار جانبية لأن المنشطات يعني لو كلمنا حتى على المشروبات المعروفة اللي هي مشروبات الطاقة بدون ذكر أسماء يعني دي لها أثار جانبية كبيرة جداً على الإنسان وتحديداً على الكبد والكلة أي مشروب بيدي للإنسان طاقة وهو كيميائي أو له مصنع يعني ده بيبلغ أثار جانبية لكن روديولا بتدي نفس التأثير الطاقة والنشاط والحقيقية بسبب شغلها على الدم والأكسوجين في الدم زي ما قلنا بدون أي أثار جانبية لو خدنا الموضوع لو كنت لس حخش في الحتة دي دورها أو فعاليتها زي المنشط ولا لا أقل أكثر لا ما قدرش أقول أن دي زي دي لأن دي بتشتغل بطريقة ودي بتشتغل بطريقة بس المنشطات لو أنا خدت جرعة زيدة هيحصل لي حاجة طبعا المنشطات الجنسية الكيميائية أين كان اسمها مسميات تجارية كتيرة هي معروفة ومتتولة بين الناس بالضبط هي لها تحذيرات بتتكتب عليها بره للأسف في مصر مش بتتكتب على أغلب العبوات اللي بتتبيع في الأسواق إنها مثلا بتؤدي للأرتفاع الضغط وممكن تؤدي للموت المفاجئ وممكن تؤثر بالضبط وممكن تؤثر على السمع مع الاستخدام المستمر فطبعا دي حاجات ما بتتقلش وطبعا ده غلط مفروض أنها تتكتب كتحذير الأسار الجانبية بتاعت المنتج أو كده لكن روديولا ما بتعملش الأسار الجانبية خالص لأنها عشبة من الطبيعة بتشتغل بسيستم اسمه بايو كاميكل اللي هو نفس لغة الجسم بتاع الإنسان يعني معنا كده أن روديولا نعتبر هي آمن لمرضى السكر لمرضى الضغط لمرضى القلب إحنا مش هتضر أي منطقة مثلا لو أنا باخد دواء سكر أو دواء ضغطة أو أي إمكان يعني مش هيتعارض مع روديولا في حاجة أو يجيلي بعكس بالعكس هي بقى يعني جزئية من ضمن فؤايد روديولا أنا طبعا قريت أبحث على المياه كتير جدا عن روديولا روديولا بتستخدم كعلاج للسكر بس طبعا في الحالات اللي هي المايلد أو اللي هي الحالات الخفيفة لكن الهايبرجليسيميا اللي هو المرض السكر اللي ما يبقى زيادة جدا في الدم دي بتبقى محتاجة تدخلات أكتر من حاجات أقوى أو جرعة كبيرة من روديولا ولكن هي مفيدة لمرضى الضغط برضو لأن احنا كلمنا أن هي مفيدة للدم ومفيدة لإلغاء التوتر أو الاسترس فبالتالي هي مفيدة جدا لمرضى الضغط لأن الضغط أساسه استرس التوتر إنسانا بيبقى متوتر بيبقى جسمه والآليات الدفاعية بتاعت جسمه بتدافع عن حالة التوتر اللي أنا فيها لأنا قاعد مسترخي طب ليه أبقى متوتر فجسمي بيدافع عملية الدفاع دي بتاستهلك القوة بتاعت الجسم وبالتالي بترفع ضغط الدم طيب سؤال صريح برضو هو تقريبا تكملة للسؤال اللي أنا اتكلمت محددك فيه المنشط أنا باخده عشان يديني مبدأ اللزة في الوقت اللي أنا عايزة فيه الحاجة دي وخلاص فكلما بيجي هعمل علاقة مع أي حد هضطر إن أنا أخدها طيب الريديولا هتعمل كده ولا هتساعد في إن الحاجة دي كتنايمة فهتساعد إنها هتصحيها أو إن الدنيا تبقى ماشية معاني طبيعية ومش أخدها تاني كجرعات وايس حلوة السؤال ده هي طبعا زي ما كلمنا إن دي دي سيستم وده سيستم الكيميكال هو بيحتاجه الإنسان بشكل منتظم كل ما يبقى فيه علاقة حميمة لازم أخد جرعة أو لازم أكرر تديني سرعة طول الوقت طول الوقت فمش حينفع الإنسان يبطلها ولو بطلها مش حيبقى عنده نفس الكفاء لكن الريديولا دي الميزة لفيها إن هي ما بتشتغلش بنفس السرعة دي يعني ممكن تاخد وقت على ما تبتدي تأثر في الجسم ولكن تأثيرها بيقعد ممتد فترة كبيرة بعد ما بطل استخدمها يعني حتى لو بطلت استخدمت علبة مثلا وقعدت شهرين بعدها بيفضل تأثيرها مستمر أو مكمل في جسمي لمدة شهرين طبعا ده مش موجود في الكيميكال خالص ما عشان كده نجد أنت حضرتك يعني تبقى كده فيه مقارنة فائقة جدا بين الريديولا والمنتجات اللي هي الكيميائية إن ده مهما أنا بطلت الجرعة فهي شغالة في جسمي مدياني إن أنا عارفة أستمر في العلاقة لو أنا الناحة التانية لازم أخذ المنشق كلما يجي عاملها لك عشان يديني الاستمرارية في الحاجة دي فبالفعل أنا أتبقى الدنيا أحسن بكثير من المنشق طب إيه كمان الريديولا بتعمله؟ الريديولا من ضمن شغلها أنها بتشتغل على الناس اللي عندهم مشاكل في الظهر الزلق وضروفي مثلا لأننا اتكلمنا أنها لها قدرة كبيرة على تقوية العضلات فتحديدا عضلات الظهر من أضعف عضلات الجسم عند أغلب الناس مش بيهتموا بالرياضة السليمة فعضلات الظهر لما بتضعف الفقرات بيبتدي يبقى الحمل كله على الفقرات فبتبتدي الفقرات تضغط على بعض فالإنسان يشعر بألم وبيبتدي يحصل انزلاق أو تزحزها في الفقرات فالريديولا بترجع القوة الطبيعية بتاعت عضلات الظهر الوضع الأمثل لها أو الوضع المثالي لها فبالتالي بيختفي الألم لأن الفقرات بتبعد عن بعضها ودهنا مجربوا مع الناس كتير جدا من استخدام الروديول عن طريقي لا بصراحة عاملة نتائج مزهلة معهم في حتة الانزلاق الغضروفي تبلغوا بطل هيمارس حياته عادية بيمارس حياته عادية ومنهم كمان ناس يعني بيشتغلوا عدد ساعات كبير جدا أصحاب مصانع وشركات فطبعا بيبقوا عندهم مسؤوليات ضخمة بيبقوا عليهم مجهود بدني كبير يعني ولكن عاملة نتائج مزهلة وحتى لما بيبطلها بتفضل التأثير الإيجابي بتاعها مستمر في جسمه طب هل الدكاترة بتكتبها لهم ما بيعمل عمليات في ضهره؟ لا ما بننصحش بيها طبعا للحالات دي ولكن هي ممكن تخلي الإنسان ما يحتاجش أن يعمل عمليات في ضهره لأن هي متشد الضهر بشكل كبير جدا والعضلات أستاذ يوحانا نرجع لكلام نادل قبل كده المنشطات ممكن الرجالة مثلا يلجأوا لها في سن معين سن كبير شوية الرديولة نرجع لها في سن معين ولما فود من بدري شوية نبقى معانا رديولة طيب هو أنا بس عايز أقضح حاجة بمناسبة المنشطات المنشطات الكيميائية للأسف بقيت أسمع الناس بيستخدموها في أعمار صغيرة جدا في العشرينات طبعا دي حاجة أنا مش لقالة تفسير حاجة حقيقة جدا ولكن بسبب ممكن أن في ثقافة معينة محتاجة تتصلح لكن رديولة لو تكلمنا عليها ما لهاش سن ممكن أبتدي أستخدمها من أول عشر سنوات طبعا مش هتكون للعلاقة الحميمة في الجزئي دي ولكن ده السن الآمن أن أنا بتدي أستخدمها فيه أنا ممكن أردها لحضرتك في النقطة اللي حضرتك قلت أنهم بيبقوا في سن صغير وبياخدوها وده تكملة أو اللي الدكتور ذكرته في الجزء الأولي أنه هو أخد مسير خارجي عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الفوتو اللي هو بيشوفها فبياخد مسير خارجي فالحاجة اللي جواه أصلا مش عارف يطلحها فهيضطر أنه ياخد برضو منصت خارجي عشان يخرج الحاجة اللي بعيد فهنا ده ممكن حاجة كمان أنه هو مثلا بيبقى مثلا ليلة الدخلة داخل خايف يبقى آه يعدي على السيدالية كده يوم ياخد حاجة من كتر برضو الحاجات بكلمة الدكتورة كانت بتقولوا الحاجات الأباحية اللي كان بيشوفها فهي اللي شجعته هي للأسف فعلا الحاجات الأباحية دي بتشوه أو بتبوص شكل العلاقة الحميمة بين الطرفين في دماغ الراجل تحديدا لأنه أغلبا هو اللي بيشوف الحاجات دي أكتر طبعا دي بتأثر على الفكر والفكر لو بوض خلاص يعني هيحتاج بقى أنه يعمل أي حاجة عشان تخليه يبقى زي الحاجات اللي هو بيشوفها دي بس الحاجات اللي هو بيشوفها ده أتيتيود سلوك خاطئ يا أستاذ جل بالزبط هي كلها بتبقى فيك أو مزيفة أو مصطنعة أو مبالغ فيها ما بتبقاش للحياة كده يعني تمام مش حقيقة يعني طيب الرديولة كمان هتعمل ايه غير أنها بتشتغل على موضوع الفقرات أو الدهر الرديولة مفيدة في ضغط الدم بتضبط ضغط الدم الوضع الأمثل يعني العجب بقى أنه إحنا بنشوف حاجة بتشتغل على الوضعين الضغط العالي والضغط المنخفض يعني لو شخص ضغط مرتفع ممكن يستخدم الرديولة مع شوية تصبيت في الأكل والحاجات دي الملح يعني تحديدا ممكن ما يحتاجش أدوية ضغط من الكيميائية حتى لو هو كان مريض ضغط يعني ممكن تكون بديل لأدوية الضغط ده اللي قصد يقوله في نفس الوقت ممكن تكون بديل لضوء الضغط طبعا يعني أسيب ده والضغط وأخذها؟ آه بس طبعا مش قادر أقول كل الأنواع لأن طبعا أدوية الضغط فيها ثلاثة أنواع نوع ما بينفعش يقف خالص فيه نوع بينفع يقف ولكن بالتدريج كل أسبوع بقى للجرعة وفيه أنواع تقدر تقف بسهولة يعني فهي ممكن تكون بديلة للنوع الأول النوع الثاني والثالث اللي هو ينفع يقف بالتدريج أو اللي ينفع يقف بسهولة لكن فيه أنواع ما بينفعش تقف مدام الإنسان بدأ فيها لازم يكمل عليها طول عمره دي ما ينفعش أقول للرديولا هتكون بديل في الحالة دي أنا أحس بالرجوع للطبيب المتابع لحالته أحس بالاختلاف بعد قدقه من أن أنا بأخذ الرديولا من أول أسبوع من أول أسبوع من أول أسبوع في استخدام الرديولا بيكون ابتدى التأثير بتاع العشب لأننا أقولنا المستخلصة بتاعت العشاب بتاخد وقت على ما تبين تأثيرها في الجسم ولكن تأثيرها بيفضل ممتد فترات طويلة بعد ما أوقف استخدامها التأثير مثلا أن أنا مثلا أن أكون مثلا ظهري تعيبني فهحسب يعني هو أنا أعرف أن الوجع العظم نفسه أو الظهر أو الحاجات دي بتاخد وقت أصلا لغاية ما حس بتحصن يعني مثلا لو روحت للدكتور عزام يقولي استشارتك بعد شهرين فبيتدي مساحة كبيرة عشان في رديولا ممكن تديني وقت أقلي من كده أن أنا حس بتحصن في ظهري أو أنا مش قادر برضه أقول إن هي أنا قلت بتبتدي الإنسان يشعر بها من أول أسبوع ولكن برضه بتختلف من شخص لشخص حسب شدة الحالة وحسب السن وحسب رجل ولا ست وحسب عوامل أو عناصر كتير ولكن من أول أسبوع بيبدأ أغلب الناس اللي بيستخدموها يشعروا بتحصن طبعا التحصن ممكن يبتدي مع واحد تاني من أول شهر يستخدم شهر كامل عشان يشعر بها لأن احنا فكرة المستخلصات أو الحاجات العشبية بتاخد وقت على ما تبدأ تشتغل مش زي الكيميكل مش هاخدها النهاردة بكرة حبقى كويس يعني مش سيستم متخلف طبعا مستر جون اختلاف الجرعات للضغط أو السكر أو للضهر أو للشيء بالجسم تخصيص أو العلاقات الحامية بتختلف ولا الجرعات واحدة لا الجرعات بتختلف طبعا لو بستخدمها لمرض السكر غير لو هستخدمها لحد مريض اكتئاب لأن الاكتئابات كمان فيها درجات متقدمة جدا يعني زي مثلا مرض اسمه OCD اللي هو Obsessive Compulsive Disorder أو الوسواس القهري ومرض تاني اسمه Bipolar Depression أو الاكتئاب صناعي القطب ده بيبقى الجرعات القصوى في الحالة دي يعني بتبقى خمس أقراص صباحا وخمسة مساء لكن لو في حالة مرض السكر ممكن تبقى تنين الصبح واثنين بالليل على حسب برضو مستوى السكر في الدم يعني الشخص تحديدا بيئيس التراكومي ده اللي بيحدد الجرعات تكون قدية ستجون معك دقتين هتوضح فيهم ايه؟ هاوضح فيهم فكرة المستخلصات العشاب وفكرة ان احنا نبتدي نرجع للطبيعة لان الكيميكل خلاص ويعني وصل ان الناس بتدت تفهم دلوقتي بقى عندها وعي ان الحاجة الكيميائية اه هتفدني ولكن على الجانب الاخر ليه أثار جنبية كتير لكن الحاجة اللي مستخلصة من الطبيعة اللي ربنا خلقها بتفدني ولكن بدون أثار جنبية وبتفيد في أكتر من حاجة يعني احنا بنشوف عشبة زي الروديولة أو زهرة زي الروديولة ليها عشر فوائد مثلا لو كلمنا وفوائد كلها عشان اخدها من الأدوية كيميائية محتاجة عشر أدوية ففكرة بزبط فكرة الثقافة وفكرة ان انا ابتدي ارجع للطبيعة هو ده الأصل لان الدول لو بصيت حضرتك على الدول المتقدمة صحيا مش بكلم على المتقدمة تكنولوجيا او اقتصاديا اللي هما بنقدر نقصها بالمتوسط الأعمار من أكتر دول العالم في متوسط الأعمار هما دول شرق أسيا أكتر دولتين تحديدا اليابان والصين دول معمرين الناس بتتخطى المئة سنة عادي جدا ومئة وعشرين دولة العشبة الأساسية في الروديولة واحدة طبعا من الأعشاب اللي بستخدموها بشكل مستدرش احنا ندروني يا ستر جون ان احنا لو احنا ما تحسسنا ما تحسناش زي ما أنا كنت بقول العظام مثلا عشان بتاخد وقت هتحسن مزاجي هتحسن نشاطي هتحسن هقدر أعمل حاجة ما كنتش بعملها من الأسبوع هقدر أعملها لأسبوع ده حيث أن أنا أحسن في حاجات حاذبك زي ما بقول ليها عشر فوائد ليها فوائد كتير جدا اكيد هتفيد شخص بيستخدمها في حاجة من الحاجات دي حتى وإن هو مشعورش بيباهم في التحليل يعني ضغط الدم بتاع الناس اللي بيستخدموها بيبقى مظبوط أكتر من الناس اللي مش بيستخدموها طبعا مفيدة جدا كنا سعادة أفيد جدا يا أستاذ جون إن شاء الله يبقى بنا لقاء تاني بإذن الله بإذن الله للأسف انتهت حلقتنا النهاردة شوفكم على خير إن شاء الله بتالتك جاي في نفس المعاد مع حلقة جديدة وفقرات جديدة